دعاء الصائم عند فطره وأن هذا من مواطن إجابة الدعاء نريد أن نقف يا شيخ أولا مع الأحاديث الوالدة في ذلك ومدى صحتها ثم يا شيخ نلحظ أيضا أن بعض الصائمين أحيانا ربما فوت سنة تعجيل الفطر فيجلس ربما يدعو أحيانا قد ينتهي المؤذن لا هو الذي تابع المؤذن ولا هو الذي أفطر وعجل في فطره ما توجيهكم حبيبكم الله الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات يكفي فيه أمر الله تعالى به وعيده جل في علاه لمن تركه وتخلف عنه يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فالدعاء مما أمر الله تعالى به وحذر من تركه وتوعد على الإعراض عنه وجاء في الترمذ من حديث النعمال البشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال بما سبقه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة حديث النعمال البشير الدعاء هو العبادة فمنزلة الدعاء رفيعة وعالية ومقامها ومقامه كبير لكن الدعاء له خاصية في كل أركان الإسلام ومنها الصوت يعني الدعاء موجود في الصلاة وله مكانة كبرى موجود في الزكاة فإنه يدعى يسن أن يدعى لباذل الزكاة وموجود في الصوم فالله تعالى وسأتي ببيان ذلك بعد قليل وموجود في الحج فإنه خير الدعاء خير ما قلت أنا والنبيون خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير الدعاء له صلة بالصيام من حيث أن الله تعالى في سياق ذكر أحكام الصيام ذكر سؤال الناس عن الله عز وجل في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذا تفسير للقرب وأنه قرب يقتضي أنه جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعان هذا الذكر لآية إجابة الدعاء في ثنايا آية الصيام يتضمن إشارة واضحة في أن الدعاء في الصوم له خصوصية الدعاء في الصوم له خصوصية هذا إذا كان صياما عاديا أما الصيام في رمضان أما رمضان خصوصا في ليله ونهاره فإنه من مظن إجابة الدعاء ذاك أنه كثير الخيرات تفتح فيها أبواب الرحمة وتفتح فيها أبواب السماء وتفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران كلها وينادي منادي يبغي الخير يا أقبل الخير بالثواب والخير بإجابة السؤال فمظنة إجابة الدعاء في رمضان في ليله ونهاره كبيرة وحري بالمؤمن أن يستغل أوقات رمضان ليلا ونهارا بالدعاء الدعاء في أثناء الصيام ورد فيه حديثا حديثة بهريرة وحديثة عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما حديثة بهريرة فيه ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم دعوة الصائم ثلاثة دعوات لا ترد دعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده ودعوة الصائم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر توقيت أحرى ما يكون من أوقات إجابة الصائم وهو قوله صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة عند فطره الحديث من حيث النظر إلى أسانيدها لا تخلو من مقال لكن ما دلت عليه باجتماع هذين الطريقين هذين المخرجين إضافة لدلالة الآية يشعر ويدل على أن الدعاء في وقت الصيام من مواطن إجابة من مواطن الإجابة على القول بأن الدعاء مجاب عند الفطر كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإن ذلك يكون أثناء الفطر قبل الفطر مع الفطر بعد الفطر وليس هناك تحديد عند فطره يشمل كل هذا في العندية هنا تشمل أثناء الفطر قبل الفطر بقليل عند حضور وقته بعد الإفطار بعد الأذان ووقت الإفطار في كل ما يحيط بكل ما يتحقق أنه عند الإفطار والعندية هنا نسبية وليست موضحة بالدقائق الفاصلة وفي بعض الناس كما ذكرت يعني يغلب جانب الدعاء على المبادرة إلى الفطر وهذه المسألة سنتي عليها بعد قليل لكن السنة أن يكثر من الدعاء في كل صومه وفي كل ليالي رمضان في نهار رمضان وفي ليالي هذا الذي يظهر أنه مندوب إليه وهو من مواطن الإجابة وينبغي للمؤمن أن يتحرم من الدعاء أجمعه وأجمع ما في الدعاء ما كان من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيها خير كثير فيما يتعلق بتحري وقت الإفطار وتأخير الفطر لأجل الدعاء هذا مخالف للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهر بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فتعجيل الفطر مندوب وهو دلالة الخيرية على الأمة وهو امتثال لأمر الله تعالى اشتغال بطاعته عن سؤاله وقد جاء في حديث أبي سعيد في السنن من أشغله ذكري والذكر هنا يشمل ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح بامتثال أمر الله من أشغله ذكري عن مسألتي هذا الذي اشتغل بالفطر امتثالا لأمر الله اعطيته اشتغل بالذكر على السؤال اعطيته خيرا نعطي السائرين وفي الصحيحين من حيث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غربت الشمس أو لما جاء الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه انزل فجدح لنا أي اخلق لنا ماء بشيء من السويق أو بشيء من الطعام فلم يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بل بادر إلى الفطر وأمر صاحبه بأن يهيأ الفطر استغلالا للوقت وقال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائر وهذا يدل على استحباب المبادرة إلى الفطر وعدم التشاغل بشيء على أن الدعاء لأمر يمكن أن يحصل إنسان وهو يفطر اللهم مغفر لكما جاء فيما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوه عبد الله بن عمر في سنة نبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ابتلت العروق وذهب الضمأ وثبت الأجل إن شاء الله وهذا يوحي بأن ذلك أثناء الفطر لأن ابتلت العروق لا يكون ابتلت العروق وذهب الضمأ إلا إذا بادر إلى الفطر إذا أفطر لأنه لا يتحقق هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به إلا بتناول شيء من المفطرات من ماء أو تمر ابتلت العروق وذهب الظمر هذا هو الدعوة المثورة هذا صح ما ورد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر لكن هذا لا يعني أنه لا يدعو بغيره هذا الذي ورد يقوله لا سيما في الصوم إذا كان موجبا لشيم المشقة للحرارة لكن عموما هو حتى في أيام الشتاء لأنه ابتلال العروق يكون حتى في كل فطر بعد صيام أما ذهب الضمع فقد يكون في أيام الحر وشدة الصيف ولا يكون في أيام الشتاء لا يجدوا ضمعا فيكون هذا من باب ذكر حلول ذهاب ذهاب الوقت الذي يمنع من الشرب وهو الصيام أنا أوصي نفسي وإخواني بالدعاء والكثير منه فهو باب عظيم من أبواب الخير يدرك به الإنسان شيئا عظيما وقد جاء في الحديث أكرم شيئا على الدعاء أكرم شيئا على الله فنبغي لنا أن نكرم ما أكرمه الله تعالى وأن نؤمل منه خيرا فإنه كثير العطايا جل فيه ونسأل بصدق خير الدنيا والآخرة لأنفسنا ولأهلينا ولأولادنا وأزواجنا ووالدينا وعلمائنا ومشايخنا ومن أفادنا ومن استفاد منا وسع الدائرة في الدعاء واسأل الله من فضله فالله كريم عظيم يعطيه عطاء واسع لمن صدق فيه في الإقبال عليه واسع قال رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول اللهم اغفر لي ولي محمد ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسع يعني رحمة الله وعطائه لا يقتصر على فرد أو فردي إنما هو فضل الله الذي يسع كل السائلين لذلك أنا أوصي نفسي وإخواني بالدعاء والدعاء للأمة بالسلامة والنجاة لمستضعفين بالفرج والخروج من المضايق وما إلى ذلك من الأمور التي فيها خير الدنيا والأخص الله أن يتقبل مننا ولكم اللهم أمين